الطاقة العامة لك في هذه الفترة هي طاقة الثلاثة سيوف أنت تشعر بكسرة قلب كبيرة جدا ربما كنت في طاقة حب كبير لشخص ما وقد حصل غدر وخيانة من هذا الشخص وأنت تشعر بالغدر والخيانة والحزن والألم هذه الطاقة جدا كبيرة جدا قوية أنت في طاقة صعبة جدا وأنت تشعر بأن هذا ترى هذا الشخص بأنه أيضا هو حزين ربما حصل بينكما علاقة ثلاثية ولكن هذا الشخص حزين لفراقك أيضا يشعر بحزن كبير ويفتقدك جدا هذا الشخص هذا الشخص قد حصلت تغييرات جذرية كبيرة في حياته هذه الفترة ربما كان هذا الأمر بخارج عن إرادته هذه بطاقة الموت ربما حصل تغيير كبير في حياته أثر على حياته أثر على طريقة تفكيره وهو حزين ربما أحد أقربائه قد فقد أحد أقربائه في هذه الفترة وهو حزين أو ربما حزين لفقدان شخص عزيز على قلبي أو ربما حزين هذا الشخص جدا لفقدانك يفتقدك جدا ويشعر بأن العلاقة بينكما قد انتهت إلى الأبد يشعر بخيانة وبغدر ربما كانت هذه العلاقة من طرفك وأنت تشعر أيضا بأنك قد أذيت هذا الشخص ربما كانت من طرفك هذه أو ربما كانت لأنك أنت في طاقة الثلاث سيوف وهو في طاقة العشر سيوف هو يشعر بغدر وخيانة وألم هذا الشخص لم ينسك حتى الآن هو في طاقة انتظار لك هو ينتظر منك أي خبر يرى بأن هذه العلاقة قد ماتت بينكما لكنه يتمنى بأن تعود إليه وتكلمه وتتحدث معه من جديد هو لم يفقد الأمل حتى الآن في العلاقة معك افرحوا هذه البطاقة تقول لكم شهر عسل ربما إن شاء الله يكون صلح ورجوع مع هذا الشخص وتتساوى الأمور أو ربما هذه القراءات تكون قراءات مختلفة لأشخاص أكثر من طاقة هذه البطاقة تقول لك انفصال كما قلنا ربما حصل بينكم انفصال ولكن هناك رجوع إن شاء الله بينك وبين هذا الشخص انفصال هذه الطاقة واضحة جدا بينك وبين هذا الشخص هناك انفصال ولكن إن شاء الله هناك رجوع من كان في علاقة ثلاثية وقد حصل انفصال بسبب علاقة ثلاثية فأقول له إن شاء الله هناك رجوع تقول لك هذه البطاقة افتح قلبك للحب حب نفسك وحب الله وحب الناس وحب الطبيعة تقدم إلى الأمام فالنجاح بانتظارك إذا كنت تنوي أن تصالح هذا الشخص فتدعوك هذه البطاقات أن تخطو خطوة إلى هذا الشخص لأن مصير هذه الخطوة سيكون إن شاء الله الخير طاقتك لهذه القراءة أنت في طاقة حزن كبير ورفض لكل مشاعر في هذه الفترة أنت تشعر بالملل بالإحباط أنت حزين في هذه الفترة أنت تشعر بحزن كبير ولا تريد عندك مثل يأس من هذه الحياة لا تريد أن تفتح قلبك للحب هناك شخص يحبك هناك عرض أمامك ولكنك لا تريد أن تقبل أي شخص أنت تفكر بالماضي الذي ذهب أنت تفكر بالخسارات التي خسرتها دائماً في حياتك إذن أنت في طاقة حزن كبير وأنت جداً وضعك صعب في هذه الفترة أنت في الطاقة العامة ثلاث يوم وفي الطاقة هذه غير ملتاح طاقة الحبيب هو إنسان قوي ومسيطر وناجح وروحاني أيضاً روحاني جداً وطيب القلب بشكل كبير ولكنه هو أيضاً يحبك ومسيطر على نفسه لكي لا يأتي إليك ويقول لك بأنه يحبك ويحاول أن يتنازل لك أو هو في طاقة هو لا يريد هو في طاقة انتظار كما قلت هو ينتظرك أنت لكي تكلمه هو مسيطر على نفسه ولا يريد أن يبدأ هو بالمصالح هذه هي طاقته هو يحبك ويفكر بك كثيراً مثل ما أنت تفكر به ولكن لا يريد أن يبدأ هو بالمصالح هو في وضع سيطرة مشاعرك باتجاه الحبيب أنت ترى بأن هذا الحبيب هو أحلى شيء في حياتك هو قادر أن يجعل حياتك فرح هو احتمال بأنه كان يساعدك مادياً احتمال بأنه كان يساعدك بالعمل هو إنسان روحاني طيب القلب ناجح في حياته هو يعطيك السعادة هذا الشخص كان يعطيك السعادة مشاعرك جداً جميلة في هذا الشخص وهذا أنت تحبه لدرجة كبيرة ولا تأتي كسرة القلب إلا من إذا كان الشخص يحب الطرف الآخر بطريقة كبيرة جداً هذه مشاعر الحبيب مشاعر الحبيب لك بأنك قد تسرعت في الحكم عليه أو قد تسرعت في الخصام ربما كما قلت ربما تكون هناك علاقة ثلاثية قد حصلت بينك وبينه علاقة ثلاثية وأنت تسرعت بالحكم عليه وأطلقت عليه منون أن تعرف سبب هذا الشيء ربما كان هذا الأمر سوء تفاهم وأنت تسرعت بالحكم عليه هو يراك بأنك توأمر روحه هو يحبك بطريقة كبيرة جداً وهو احتمال بأنه يشعر بكسرة القلب بهذه العشر سيوف لأنه يحبك بطريقة كبيرة هو ربما تفاجأ من الشيء الذي حصل وهو يشعر بأن هذه العلاقة قد ماتت ولكنه يحبك بطريقة كبيرة هذه القراءة الزقائي تنطبق على كراش تنطبق على متزوج على خذوها بالطريقة التي تناسبكم أنا أقول البطاقات فقط أنا أقول مشاعرك ومشاعر الحبيبة خذوا هذه البطاقة كل واحد يطبق الشيء الذي يناسبهم ونوايا هذا الحبيب في هذه الفترة أن يأخذ قرار صارم في الاهتمام بنفسه وبجماله وبالخروج من طاقة الحزن التي هو فيها هو يريد أن يعيش حياته ويسترجع الطاقة الإيجابية التي فقدها هو يريد أن يحصل على الاستشفاء على الاستشفاء من هذه العلاقة خطوته القادمة هو سيريد أن يظل متباعد عنك في هذه الفترة في الفترة القادمة يريد أن يرى حل لهذه المشكلة حل لهذه المشكلة التي حصلت بينكم هو كما قلت يريد أن ينتظرك أنت لكي تبدأ ولا يحاول أن يبدأ هو هو سيجعل الأمر مقيد ومعلق هذه الفترة ربما هو أيضا في زواج ولم يقدر هذه الفترة على الخروج من هذه العلاقة وهو مربط لا يعرف ماذا يفعل هو ينتظر ربما ينتظر الأطلاق ينتظر شيء يحصل في هذه الفترة لا إله إذن هو يريد أن يعيش يخرج من هذا الحزن الذي هو فيه كما قلت يخرج من هذا الحزن الذي هو فيه ويعيش حياة جميلة وحياة مليئة بالفرح ويجدد حياته هو يريد أن يخرج من هذه الطاقة السلبية التي هو وضع نفسه بها ويريد أن ينطلق في حياته وهذه البطاقة خرجت معنا مرتين هو يريد أن يتباعد هذه الفترة لا يريد أن يريد أن يفكر بهذه المشاكل التي حصلت بينكما يريد أن يرى حل هذه المشاكل قبل أن يتظرف في أي خطوة قادمة يريد إذن يريد الاستشفاء في البداية الحصول على الاستشفاء والتفكير في طريقة للخروج من هذه المشاكل التي حصلت بينكما إذا حصل رجوع وهناك مشاكل ولم تقدروا على حلها فستعود لمشاكل كما كانت في السابق هو يريد في البداية أن يرى حل بهذه المشاكل هذه نتيجة مصير العلاقة في هذه الفترة مصير العلاقة سيكون هناك توازن في هذه الفترة سيكون هناك بهذه العلاقة ربما كلام بينكما وتوازن وهذا الشخص يريد أن يدافع عن نفسه بكل قوة وبكل شراثة يريد أن يثبت لك بأنه على حق وبأنه قد تصرف بالطريقة الصحيحة وبأنه لم يكن مخطئ يوما هذا الشخص لا أقول بأنه ليس عنيد هو عنيد قليلا ولكنه هو يعتبر نفسه بأنه جدا على حق وهذه العلاقة سيكون فيها في هذه الفترة بإذن الله توازن سيكون هناك استقرار في هذه الفترة نصيحتك لهذه القراءة أن تخرج من طاقة الحزن الحبيب يريد أن يستشفي ويخرج من طاقة الحزن وأنت هذه طاقة الحبيب ظهرت لنا وهذه أيضا نصيحتك أن تخرج أيضا وأن إذا كان هذا الحبيب أيضا في هذه الطاقة أن تساعده على الخروج من هذه الطاقة تخرج أنت وتساعده على الخروج فكلاكما قد تعرض للحزن ابدأ بداية جديدة مع هذا الشخص هذه الورقة تعدوك لبداية جديدة وتقدم إلى الزواج منهم هذه بداقة الزواج ابدأ بداية جديدة حاول أن تخرج من كسرة القلب والحزن الذي أنت فيه أو تخرج الحبيب صلح ما بينك وبينهم المشاكل وإذا كنتم في خزان وكان بينكم زواج ارجع لهذه الزواج ارجع لهذه العلاقة وإذا كنت كراش في علاقة تزوج هذا الشخص فهذا الشخص يحبك بدرجة كبيرة ويعتبرك بأنك ضوءا لروحه تقدم إلى الأمان هذه تقول لك تقدم إلى الأمان فالنجاح باتذارك تقدم وحاول أن تكون مع هذا الشخص فهو يحبك جدا وافتح قلبك للحب وهناك شهر عسل انفصال ورجوع هناك انفصال في هذه العلاقة وهناك رجوع هذه القراءة جدا جميلة وموفقة شكرا لكم عزائي على هذه المتابعة وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله